تعالوا بقى لسه نكمل أخبارنا من النادي الأهلي استقبل النادي الأهلي في مقرب الجزيرة زهرة اليوم الخميس هرسي السعيد رئيس نادي يانج أفريكانز التنزاني والوفد المرافق له الذي حرص على زيارة النادي الأهلي لبحث سبل التعاون مع الأهلي في مختلف المجالات بالمناسبة هو رئيس ربطة الأندية الأفريقية كمان وكان في استقباله طبعا في النادي الأهلي الدكتور سعد شربي المدير التنفيذي للأهلي الذي حرص على الترحيب بوفد نادي يانج أفريكانز ونقل إليهم تحية الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الذي لم يتمكن من حضور الزيارة لظرف الصحي طاري وسلم الدكتور سعد شربي رسالة شخصية من الكابتن محمود الخطيب وأكد المدير التنفيذي على عمق العلاقات التي تربط بين مصر وتنزانيا وأيضا العلاقات الوطيطة بين الأهلي ويانج أفريكانز باعتباره أحد الأندية الكبيرة في قارة الأفريقية وأن النادي الأهلي يتطلع للمزيد من التعاون مع يانج أفريكانز في كافة المجالات من جانبه أكد هرسيا السعيد رئيس النادي يانج أفريكانز أن زيارته من النادي الأهلي أكبر الأندية في قارة أفريقيا ونادي القارن الأفريقي جاءت بهدف الاطلاع على تجربته الرائدة في مختلف المجالات والاستفادة بخبراته الفنية والإدارية في مختلف القطاعات بالإضافة إلى تبادل الخبرات الرياضية وأعرب رئيس نادي يانجي أفريكانز عن سعادته بزيارة النادي الأهلي الذي يتمتع بشعبية كبيرة ليس في تنزانيا فقط بل في كافة ربوع قارة أفريقيا وهو ما دفعه للقيام بهذه الزيارة من أجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة من خبرات الأهلي ونقلها إلى ناديه مشيرا لأنه سبق له زيارة النادي الأهلي منذ ما يقرب من عشر سنوات ولمس التطور الذي حدث على مدار عشر سنوات الماضية في كافة القطاعات وأضف أن الأهلي لديه قاعدة جمهورية كبيرة ليس في تنزانيا فقط بل على مستوى قارة أفريقيا في زرد تاريخه العريق والإنجادات التي يحققها على مختلف الأصعدة وحرص الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي على إهداء السيد هيرس السعيد رئيس نادي يانجي أفريكانز درع وعلم وتيشيرت النادي الأهلي كما قام هيرس السعيد بإهداء النادي الأهلي قميص نادي يانجي أفريكانز مدون عليه اسم الأهلي وقام رئيس النادي بجولة في مقر الأهلي في الجزيرة تضمنت دولاب بطولات النادي الأهلي بملعب التتش ومجمع حمام السباحة والنصب التسكير للشهداء وتمثال الراحل صالح سليم يعني النوع ده من الزيارات متكرر طبعا نظر لقيمة النادي الأهلي الكبيرة في أفريقيا وفي الوطن العربي متكرر من الوطن العربي وأفريقيا والعلاقة الطيبة كمان من النادي الأهلي وكل الأندية الأفريقية سواء العربية الشقيقة أو الأفريقية علاقة النادي الأهلي الوطيدة مع كل الأندية وده بينعكس على استقبال أي دولة للنادي الأهلي بنشوف دايما ترحب شديد جدا بنشوف دايما دور النادي الأهلي الوطني في أنه يعمل علاقات بين مصر والبلاد التانية ده جزء من القوى النعمة المصرية الحقيقة يعني وجزء مهم جدا لا نخفله الحقيقة دايما العلاقات بين الأندية شيء مهم كمان النادي الأهلي عنده اللي الناس تجي تشوفه الحقيقة سواء من إنجازات أو من سيستم إدارة دايماً اللي بيطوره من يعني الراجل ده جيه في خلال العشر سنوات جيه قال لك لا أنا شايف حاجة متطورة جداً عن اللي جاهها آخر مرة فبالتالي ده دايماً اللي بيشتغل للنادي الأهلي ده شعار النادي الأهلي تاريخ مبادئ وتطوير وأي حد بيجي بيلمز ده جوالنادي الأهلي ودايماً النادي الأهلي كتاريخ مش بس في الألعاب الرياضية أو مش بس في الكرة من بطولات لا تاريخ كمان على المستوى الإنشائي الراجل ده لما جيب من عشر سنين كان ممكن يبقى النادي الأهلي فرعين بس دلوقتي النادي الأهلي أربع فروعة فبالتالي أنت أي حد بييجي جوالنادي الأهلي بيشوف فرعا من مرة للتانية بيشوف فرعا خصوصاً أشقاءنا في الدول الأفريقية اللي بيجوا دايماً يتعلموا أو يحصل بنا اندماج أو تعاون مشترك بنا وبينهم